خلينا بقى نروح للمعدل العام طب المعدل العام طبعا بنتكلم على مشاركة بالميرس في الليبتادورس الموسم اللي فات معدل الفريق لعب 13 المباراية كابتن اسلام معدل الاستحواز عندهم 51% وده بيبيلنا العقلية بتاعت الفرقة ان الفريق دايما بيبحث عن الاستحواز في نصر ملقى طبعا وبيبدأ الهجمة من عند الحارس ومعهم حارس بصراحة يعني واحد من نقاط القوة عندهم حارس مميز جدا والفرقة طبعا بتلعب على الاستحواز الفريق معدل صحيح قولنا 51% معدل التمريرات في المباراة الوحدة بيتعدى او بيصل الى ما يقرب من 500 تمريرة طبعا ده معدل كبير معدل اهداف مسجلة 2.5 في المباراة الوحدة وبنتكلم على معدل 2.5 ده فيه بطولة قرية ده معدل كبير جدا 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 فيه 13 مباراة والدفاع بتاعهم قوي جدا مع نسبة الاهداف اللي داخلت مرمى بالميرس 0.5 يعني اقل من واحد وبالتالي دفاع قوي جدا 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 وحده برضه ده هنستعرضهم معانا النهاردة فيه الحلد معدل تصويب الفريق على المرمى ما بين كل 13 كورة بيشوتها في المباراة الوحدة منهم 6 ما بين الثلاث خشبات ده برضه معدل عادي الشباك نظيفة تمام مرات تمام مباريات من 13 خرجوا كلين شيت رقم امتياز فيه بطولة قرية معدل عرضيات 10 بس مباراة الوحدة ده بيبين لنا يساملوها في المباراة بينجحوا فيه 13 مراوغة ودي برضه نسبة في تفوق الخمسين في المياه طيب